شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره الهدف ذل أولوية القصوى جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض شكري جهود مصر للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبها الإنسانية الكارثية مجددا رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضي